منذ ظهوره على ساحتي القتال في سوريا والعراق انتهج تنظيم داعش فكرا تكفيريا واتبع اسلوبا دمويا في التخلص من كل من يخالفه ويستهدفه غذى اذكار التنظيم واحكامه بحق مخالفه عدد من ذوي الفكر المتطرف صحيفة الشرق الاوسط كشفت عن اربعة مصريين من هؤلاء المنظرين فلا يزال الناس على مر الزمان باختلاف الزمان والمكان ابرزهم حلمي هاشم المكنى بشاكر نعم الله وهو من الصعيد ومن سكان حي المطرية القاهري ويعد من اعتاغلات التكفير والتطرف اختفى من مصر قبل سنوات وقبلها كان ضابط شرطة واجه احكاما في قضايا تطرف طوال العقود الثلاثة الاخيرة وضمن قيادات داعش من المصريين ايضا ابو مسلم المصري وهو احد قضاة التنظيم وهناك اخر يحمل الاسم نفسه وهو قاضي التنظيم في حلب والانباء المتواترة انه قتل في معارك القلمون الاخيرة من دون ان ينعاه التنظيم اما القاضي ابو شعيب فشغل منصب قاضي التنظيم في حمص قبل ان ينشق عن داعش ويهاجم قادته كما تراجع عن كثير من فتواه بعد ذلك يدين داعش لهؤلاء المنظرين الاربع ويدينهم العالم لوضعهم احكاما لم يشهد مثلها العالم في التطرف زين الفايز العربية